شوف البروغرة تعلقوث لك نستعلم باللي السوسيولوغ هو سلوك اجتماعي قبل كل شيء لانه ليستقبل مواطن ما هو الرئيس ولي حب تشيبا بايجيب لك ورقة ما هو الرئيس هذا هو واقع لازم نكذبوش عالناس واقع اللي ما يحترمش لقومة ماتو حاطة ما هو الرئيس ها اللي يقول لك نظموا اموركم وتسرقوا في الميزان ما هو الرئيس فسلوكاتين اجتماعية وانحن ماذا نتكلم على دين الحنيف المسلمين يفترض نعطي قدوة في السلوك السليم لانه الرسول صلى الله عليه سلم قدوة العالمين في المعاملة في التدبير فحب هذا نقتديه برسولنا زياد على هذا من سنوش القاعدة الامر القانون انه يا وتعصلت الضبط بيكون قانون رادع القانون لا جا يحمي المواطنين فهو الاستثناء الرادع فالصراط الشخصية السوية تقتضي اولا نبني دور المسجد دوره الترباوي دوره في التوعية المدرسة بعد النظر في المنهج الترباوي الاسرة فهذه المؤسسات ثلاث المسجد الاسرة والمدرسة انه تقاسع بعض الاطارات المسؤولين وبعض الاعوان الدولة وذي حقيقة نقولها في صوت شعب وقلناها لرئيس جمهورية لكل محطات وقلناها لكل مؤسسات بعين غرظة يعني بالمقارنة مع رؤية الرئيس وخطاب الرئيس وعيرة الرئيس واسقاطاتها كاجهزة تنفيذية سواء كانت مركزية ولا مركزية سواء كانت على المستوى الوزارات على المستوى المدريات الولائية في بعض الاحيان لا تتجاوب في بعض الاحيان تعاكس تعاكس واذا قلناها بصوت مرتفع وما زلنا نقولها وما يجب أن يكون ما زلنا بعيد عليه وهذه من بين التقييم والتقويم سترعملها على التقويم اللي قلناها في صوت الشعب بصوت مرتفع وقلنا الرئيس بعض المصالح بعض الاطارات بعض الادارات ما يشتمشي مع مستوى ايرابتك كنت اقصر